في أبراج معينة كده مختلفة بحيث أن تحس أن عينها لها بريق لامع أو مشع عينها كده بتشع بريق مؤثر في النفوس وعلى فكرة التأثير ده مش شرط أنه هو يكون إيجابي ده ممكن التأثير ده يكون سلبي في بعض الأحيان ممكن يحسسك بالخوف ممكن يحسسك بالاطمئنان وممكن يحسسك بقوة الشخصية وممكن يحسسك بالرغبة في الانتقام المهم أن في أبراج البريق أو اللمعة أو الضي بتاع عينها خاصة وهي متعصبة وهي بتحب قوي وهي بتفكر أن هي تنتقم قوي بيكون لي رغبة أو تأثير كده أنه هو يغير حالتك المزاجية لو أنت شايفه أو لو أنت باصص في عيونها هنفهم ده قوي وإحنا ماشيين بورجي بورجي كده معانا أكتر سبع أبراج بيتمتعوا بالخصية دي والشاطر كالعادة يتوقع ويكتب بورجي ويجي في المركز الكام وحد أسكى يقول لنا المركز الأول أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم ويلا بينا برحب أجمل ناس في الدنيا كل سنة وأنتم طيبين وبشكو برضو كل أصدقائنا اللي هنوني بعيد ميلادي اللي هو النهاردة وإن شاء الله كل السنين تكون سعيدة عليكم ويلا بينا بقى نبتدي بس الجديد يعرفنا بنفسه الأول عشان راح أبدو المشاركش يشترك يعني في المركز السابع حد توقع بورج السرطان رجل أو امرأة في بريق مشاعة تحسه قوي 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 عند بورج السرطان رجل أو أنسة والبريق ده ممكن يحسسك بالاحتواء بالحب بالأمان على فكرة البريق اللي يركز بقى في عيون السرطان هو ممكن الإحساس ده يسيطر على ركز انت لمدة عشرين ثانية كده في عيون بورج السرطان وشوف الإحساس شوف انت مودك أو نفسيتك من جوه هتتأثر ولا لا وشوف نوع التأثير أو نوع الإحساس اللي ممكن يسيطر عليك أعلى منه في المركز الساد الشوية هو بورج الحود وما أدراك ببورج الحود لمع ضي خاطف ضي قاتل وهي أصلا عيون الحود مميزة ولكن أنا قلت مش حلقة النهار ده شرط ان البريق ده أو الإشعاع ده مميز لا ممكن يكون سلبي وممكن يكون غير محبب وفي أبراج هتجي معانا ولا السيامة في رباعي خط النار البريق بتاحها بيوحي بالغلزة شوية الحود بقى زي السرطان يديك الأمان والاطمئنان بريقه يديك الاحتواء برضو نابع من صفاته اللي معروفة عن ولكن عيون الحود وعيون السرطان ليهم بريق مشع مؤثر في النفوس ده اللي احنا عايزين نتفق عليه هنخش في الجد أكتر وأكتر وإحنا كده طلعين أديكم فرصة أنتم تتوقعوا وتكتبوا وتدوسوا لايك لو الحلقة دي شايفينها يعني عجبتكم ويتشايروا توصل ليه بقية أصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الإشعار هنلاقي في المركز الخامس العقرب ولكن الإشعاع بتاع عيون برج العقرب رجل وإمرأة الاثنين على حد السواء إشعاع مخيف جزاف في نفس الوقت تقول لي إزاي هي كده ركز في عيون العقرب ولا سيما العقربة والرجل برضو بس ركز انت لو انت كرجل كده في عيون عقربة لمدة عشرين ثانية نوع من أنواع الرهبة التأثير المتوقع أنه يحصل نوع من أنواع الرهبة الداخلية حتى لو انت وثق في نفسك أو مش عايز تبين هتحس أن انت تأثرت من جواك سبحان الله هي ملكة عندهم دلوقتي بقى موعدنا مع رباعي خط النار في حلقة النهاردة وأنا عايز أعرف مين اللي قدر أنه يتوقعه من الأبراج اللي هتيجي في الأربعة الأول الجادي في المركز الرابع أعلم الأبراج دي إشعاع وبريق قوي جدا ملفت جدا محمود المليجة الله يرحمه شفت عيونه لأن ده يعني على ما أذكر إن ما كانتش الزاكرة تخني إنه هو الممثل العبقري برج الجادي ولكن الموضوع لقيته معبر قوي وعيون الرجل ده تعرفوا كده بصوا عيونه كتعاملة زي الجادي الجادي عمتا البريق أو الإشعاع بتاع معظم مواليد الأبراج دي لإني بقول دايما لكل قاعدة استثناءات يوحي بقوة الشخصية بالعنف شوية أو مش بالعنف يعني بالتوحش شوية القوة خلينا أنا بناء تعبير معبر وموضح لا إنسوا بقى اللي أنا قلتوه يوحي بالقوة الإشعاع بتاع أو البريق بتاع عيون الجاد يوحي بالقوة في المركز التالت الأعلى والأعلى والبريق الأشد هو بريق برج العزراء اللي بييجي في المركز التالت وركزه في عيون العزراء ولا سيام الأنسى ولا سيام عيون أنسى برج العزراء وشوفه الضي أو مش ضي بقى الضي نقدر نقول يطلق على الحوت والسرطاء لكن مع العقربة مع العزروية هو إشعاع هو يعني بريق وده المعنى اللي يكون أوضح وأشمل شوية في حلقة النهاردة إشعاع معبر عن الفراسة ولمع تعين العزراء ملفتة ملفتة ومؤسرة في النفوس لذلك اللي بيحاول أنه هو يخدع العزراء عمتا بيبقى من جواه حاسس أنه هو مكشوف وأنا حتى قلتها في حلقات تانية تتضمن أحداث أخرى قبل كده يوحي من جواه ما أنت بتمثل على مين هو إشعاع العزراء مؤثر طبعا لكن في المركز التاني حد يتوقع مين اللي في المركز التاني وإذا كان ده حال الأبراج اللي قابله فاللي في المركز التاني هيبقى عامل زي الأسد الأسد ده بقى بريق وإشعاع ولا إشعاع الشمس مين اللي ممكن يتعامل مع برج أسد ويركز في عيونه وما يلاحص العيون البراقة العيون المشعة العيون اللي هي بتوحي بالغلزة شوية أو بالعنف شوية أو بالزكاة رغم أن الأسد مش هو أسكى الأبراج إحنا عارفين كده ولكن هو الإحاء إحنا بنتكلم عن الإحاء وعن التأثير النفسي الداخلي الموضوع داخل فيه علم النفس شوية وأنا بحب أن أنا دايما نربط الأبراج بعلم النفس لذلك تلاقي كلاما عن الأبراج متأثر بعلم النفس فأنا بربطهم الاتنين ببعض عشان كده بنجيب في قنواتنا دايما مواضيع ما تعملتش قبل كده لأن أنا بربط العلمين ببعض فتلاقي الأسد الناري له إشعاع ولا إشعاع الشمس مؤثر جدا مؤثر طبعا في النفوس واللي يقول غير كده يبقى ما بيشوفش أو مش عايز يشوف صراحة يعني مين بقى متصدر الترتيب حد توقع حد كتب هو الحمل الناري رجل أو امرأة ولكن أنا شايف أن البريق أو الإشعاع بتاع برج الحمل هنا هنا مش إيجابي أوي لأنه بيوحي بالشدة وبالفزازة شوية بالذات الرجل وطبعا بيبقى فيه نوع من أنواع الإحاء فيه مجادية كده شوية بقوة الشخصية شوية ولكن هو مؤثر هو من أكثر العيون اللي لها بريق مؤثر في النفوس وده موضوع الحلقة صراحة الحمل بيتربع على عرش الأبراج إذا تكلمنا في النقطة دي ويتفوق تفوق ملحوظ يدهشك كل ما تتعمق في علم الفلك يدهشك كل برج في مجموعة صفات منها أو من الأبراج دي الحمل في الصفة بتاعة النهار دا دي الموضوع مع الأبراج دي كان يستحق الكشف كان يستحق أن احنا نصلت الضو وأنا دايما بقول أنا بحب أنا يعني في حلقاتي حاجتين أدور على الحاجة اللي فيها إيجابية والحاجة اللي يعني ما حدش مركز عليها قوي يعني دا مبدأي لذلك تلاقوا حلقاتي كلها كده الحاجة الإيجابية اللي هتسعد الناس وتفرحهم ماشي دي أنا ماشي فيها والتراك التاني هو ده اللي أنا بقول لكم عليه اللي هو الحاجة اللي ما حدش يتكلم فيها ومش مسلطين عليها الدور قوي لذلك تلاقوني أجيب يعني العناوين اللي هي مستخبية شوية ونعمل الحلقات اللي هي ما تعملتش ممكن ويحبه بكون سعيد إن أنا كن يعني صباق في حاجة زي كده طبعا لو تعاملت بعد كده حد عمل زي بعد كده بس يهمني إن أنا كنت من الصباقين يعني دي حاجة بتساعدني كتبولي بقى أرأيكم في الحلقة دي لأن أنا بقى أرأى كل تعليقاتكم شايف إنها تستحق بقول ندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا شيروا المشتركين في قنواتنا وعا الفيسبوك يشوفوها وأي حد بقى خلي بالكم أنا بنبه إحنا من نشغل صفحة واحدة على الفيسبوك اسمها محمد أبوزيل أي فيديوهات لية بتشوفها على صفحة تانية ده نصاب كده هاكر اعمل له بلوكة على طوله وهو عتصق فيه ده اللي أنا عايز أقوله يعني وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر